قبل شهر نوفمبر 2021 النهاردة يوم 3 نوفمبر بكرة عيد الحب كل سنة لكل مواليد برج العرب طيبين وهابي فالنتانزا عيد الحب المصري يا جماعة عندنا عيد حب لليوم 14 فبرايو طيب فالنهاردة هنتكلم عن أخبار برج العرب ايه في شهر نوفمبر كالعادة عايزيكو كلكو تعملوا لايك للفيديو وشان اللايك بتاعكو بيدعم الشانل وبيوصل فيديو لأكبر عدد من المشاهدين وبليز تقولولي أخبار شهر أكتوبر ايه معاكو يا عارب يعني هل فعلا كان شهر كبيس كان شهر مطعب وكان شهر مجهد بالنسبة لكم ولا لا يعني وقت أمشور بعض ان شهر نوفمبر كان شهر أكتوبر كان شهر صعب جدا على مواليد برج العرب كان شهر مليان ضغطات كان شهر مليان مشاكل مادية ديون يعني الحمد لله ان انتوا عديتوا الفترات الصعبة يعني شهر نوفمبر شهر بيوعدكم إن شاء الله بيعني تحسن في كل أحوالك يا برج العرب فشهر أكتوبر كان أسوأ شهر في سنة 2021 على برج العرب فالحمد لله الحمد لله شكرا شهر أكتوبر خلاص خلاص ندخل بقى في مرحلة جديدة بداية جديدة قوية ثقة في نفس لا حدود لبرج العرب تغيير في شكلك إيجابي تحسن في أحوالك المزاجية أحوالك النفسية نفسيا أحسن كتير قوي يا برج العرب عندك تصالحات لو متخلق مع حد تصالح معي علاقاتك العاطفية فيها استقرار قوي جدا جدا يعني هتلاقيك أكثر هدوءا أكثر استقرارا أكثر حكمة الدنيا ماشى معاك كويس قوي قوي عندك دعم من كل الكواكب ليك يا برج العرب يعني بالآخر كده شهر نوفمبر هو أخصن شهر يعد عليك في شهر في سنة 2021 استغلوا إلى أقصى درجة يعني بتفكر تعمل حاجة أعملها عندك مشروع جديد أعملوا عايز تغير شغلك هتغيروا كل حاجة هتفكر فيها وكل حاجة قوتك الروحانية وقوتك العقلانية قوية جدا جدا يعني اللي بتفكر فيه إن شاء الله بإذن الله هتقدر تعملوا عشان كده فكروا في إيجابية فكروا في لو عايزين تعملوا أي حاجة أي خطوة عايزين تمشوها جو يعني جو فورت يا برج العرب كمان شكلا هتبقوا أحلى شايفاكم اهتمين بجسمكم اهتمين بشكلكم صحتكم أحلى عندكم طاقة قوية جدا جدا استغلوها يا برج العرب عندك نشاط عندك دعم عندك دعم من أبراج ترابية وأبراج نارية استغلوا هذا الدعم فيه أبراج ترابية هتدعمك وأبراج نارية يعني أنا شايفة إن عندك انطلاقة قوية جدا جدا أنا عايزاكم تتميلوا إيجابية لأن فعلا القراءة بتاع برج العرب one of the best أنتو أكثر برج مليان حظ أو أكثر برج عنده حظ في نوبمبر 2021 طيب إيه نصائح اللي حاب أقولها البرج العرب لو بتفكر يعني شايفانك ممكن تفكر تدور على فرصة عمل تانية أو على عمل إضافي أو على عمل يزود لك دخلك يا برج العرب ده هيكون حلوة جدا جدا والمصلحتك ده number one number two حاولوا تقللوا شوية الارجمنت يعني النقشات الحادة يعني ما تدخلش في نقشات حادة مع حبيبك مع عائلتك لو حاسيت مع أصدقائك مع الناس اللي بتحبها لو حاسيت المناقشة ده خلت تبقى حادة جدا يعني بطل كلام وخلاص في الكونوريزيشن وارجع لورا يا برج العرب اهتموا شوية بجسموكو يعني شايفة إن انتم محتاجين تعملوا دايت شوية محتاجين تهتموا بتجزي بتاعتكو بأكلكو عندكو ممكن شوية مشاكل صحية ازبطوها إزاي نموا بدري اصحوا بدري كلوا أكل فيه اهتموا في صحتكو الجسدية والعقلنية والروحية يا برج العرب نفسين طبعا برج العرب خارج من فترة وحشة جدا فعشان كده أعملوا الحاجات اللي بتحبوها خروجوا الأماكن اللي بتحبوها كل الأكلات اللي بتحبوها يعني ادوروا على الحاجات اللي بتساعدكو وعملوها وسعيدوا نفسكو بنفسكو يا برج العرب عاطفين كان برج العرب عنده خلافات كتيرة جدا وكنت بتشد شعرك انت وحبيبك لا الفترة دي في استقرار في هدوء اكتر انت مسيطر على مشاعرك اكتر مسيطر على نفسك اكتر استغل الفترة دي لما اصلحتك يا برج العرب اتكلم مع الشريك بتاعك شوفوا المشاكل اللي عندكم لان انا شايفة ان ممكن يكون فيه سوق تفاهم مش بتتعرفوا وتتفاهموا مع بعض فيه مشكلة في لحظة الخلافات عصبية تحد فيكو انت عصبي هو عصبي اتكلموا مع بعض بصراحة وبهدوء يعني وانتوا كويسين ومتصالحين اعودوا تكلموا مع بعض قولوا لي يا برج العرب فعلا انت وشريك حياتك الفترة اللي فاتت كان عندكم مشاكل كتير او بتتخانقوا كتير جدا بسبب عصبيتك انت وهو وكانت المواضيع بتوصل لدى مرحلة انتوا ممكن تصيبوا بعض ولا لا فالبوينت دي انت هو عنيد وانت عنيد وهو عصبي وانت عصبي وهو متسلط وانت متسلط تقولوا حد فيكو مقتنع بوجهة نظره فانتوا فعلا اكتوبر انا عارفة فيه ناس كتيرة كانت بقى اكتوبر اي نوبة اكتوبر كان شهر كبيس جدا جدا على فكرة عزراء كده انا اكتوبر عندي يا جماعة يعني كان من اسوأ الشهور اللي عادت علي بجد I lost interest في حاجات كتيرة جدا ماليا كنت وحشة جدا فاكتوبر كان شهر كبيس على فكرة فنوفمبر go on يا برج العرب انطلق اكبر اعمل حاجات اللي نفسك فيها اطلع اعملوا نشاطات اخرجوا قبلوا الناس اللي بتحبوهم ابعدوا عن اي حاجة بتضيقكم ابعدوا عن اي حاجة بتضيقكم ابعدوا عن اي حاجة بتزعلكم طيب شايفاك يا برج العرب برضو عندك اضواء عندك شهرة ممكن تشتهر كده عندك اضواء كتيرة هتظهر قدامك عندك قوة قوة في شخصيتك قوة حياتك هتبقى مستقرة اكتر عندك انسجام عن بارتنر بتاعك حلوة جدا جدا بعد اخناقات فانا شايفا ان انت افضل في كل الاصعادة يا برج العرب نصيحة تانية حاول تبعد عن ناس ما تكلمش كتير عن نفسك لان عندك طاقة حسد فيه ناس كتيرة بتحسد فيك فيه ناس كتيرة بتنق عليك خاصة الاقربين ممكن ناس قريبك او ناس فعلتك او ناس بيحسدوا فيك فعندك طاقة ناس بتدعي حبك وهم يعني هم عايزين يعني شايفينك ان انت بتاخد عندك ايجو ناجح فما تكلمش عن نفسك كتير ما تكلمش عن ناجحاتك كتير قال الكلامك عن نفسك احضر من اولئك الناس المنافقين اللي هم الأفاقين فانا شايفة ان انت حتى لو كان عندك كسل في شهر اكتوبر كسل ده هيروخ عندك سداد ديون كأنك تبتدي صفحة جديدة فاحنا عايزين بقى نقف الصفحة القديمة بتاعت اكتوبر كده ونضبها بالمفتاح ونبتدي بداية جديدة قوية بداية جديدة فيها دعم فيها كعندك كاريزما كمان يا برج العقرب بتعرف تتكلم متحدة طلابك عندك نجاحات عندك هدوء قوي في حياتك كأنك انت كنت الدنيا فجأة يحصل لك وهدوء قوي جدا علاقاتك اتعاملة كده هتدى تتساوى وتدى سموسلي كده الدنيا تبقى افضل واحسن جدا طيب ايه اكتر النصائح اللي برضو احب اقول لبرج العرب خلي بالك من صحتك يعني صحتكم مهمة جدا جدا غيروا طريقة لعبكم غيروا طريقتكم حكتاجة تتغير شوية في حاب يقولي ممكن تتكلمي عن صفات برج الدلو لاننا مرتبطة انا عادفة ان برج الدلو ابني يا ودلو مطلعيني وعيني اللي خلفوني برج عنيد ومتعب جدا الله يكون فعون الناس اللي بتتعامل مع برج الدلو طيب كمان يا برج العرب عندكم تحرر من الصدمات تحرر من المشاكل تحرر من الحالة نفسية مش كويسة عندك هتلمع هيلمع نجمك يا برج العقرب عندك ناس كتير هتقدم لك دعم وطاقم طيب في علاقتك مع الشريك قال للعصبية قالت ان انت كنت جودجمنتل ما تقولش تنتقده واضح مشريك حياتك ما بيحبش الانتقاد بس انا شايفة علاقاتك العطفية في التحسن يعني لو انت خاطب ممكن تفكره في الجواز تاخده next step لو انت متجاوز تيبو بيبي لو انتو متصاحبين او مرتبطين تقرروا انتو تتجاوزوا تبقى جوازة فورمل فانا شايفة ان فيه upgrades في علاقاتك العطفية استغلوا طاقتكو الايجابية استغلوا طاقتكو الروحانية اهتموا بشكلكو اهتموا بالجسمكو اهتموا بالفيوتشر بتاعكو يا برج العرب اخر نصيح هيزاقولها البرج العرب يعني انا شايفة ان انت محتاج ان انت تدعم شخص في الاسرة عندك ممكن يكون شخص يحتاج دعمك في الاسرة حاول تدعمه يا برج العرب وتقف جنبه ان دعمك ليه هيكون سبب في تفوقه وفي نجاحه عطفين عندك شخص من الماضي ممكن يحاول يرجعلك ادرس عرض الرجوع ده برج العرب لان الشخص ده ممكن يكون في حبك بجد بشكركم يا رب الفيديو يكون عجبكو عايزاكو كلكو يكون عندكو طاقة إيجابية برج العرب انتو برج قوي انتو برج أتراكتف كاريزما كل سنة انتو طيبين كل سنة انتو بسعادة كل سنة انتو بتحققوا كل حاجة نمسكو فيها فجو اون اشتغلوا على نفسكو جالوكو حاجات كتيرة وفرص كتيرة تمسكوا بتلك الفرص لان هي فعلا حتكون فرص قوية وممكن ما تجيلكو مش مرة تانية بس it's one of your best montes انت من الابراج الاكثر حظم زي ما بقولوكو امسكوا في كل الفرص اللي هتجيلكو اتغيروا للأحسن طوروا من نفسكو خليكو خليكو اكثر ثقة في نفسكو خليكو اكثر قوة لانه انتو هذه الفترة من اكثر الابراج القوية قولولي يا جماعة تحت تحبوا نتكلم عن ايه يعني الفترة الجاية يعني تحب نتكلم عن ايه برج العرب او نتكلم عن ابراج ايه فهنا في قناة الكلام المفيدة او قناة راشو مرات بليز تعملوا لايك للفيديو وتابعوني تحت كل لينكات الانستجراو والفيسبوك بتاعتي وادخلوا على طبعا متعارفين انا بعمل براند جديد لليبس فعايزيكو تدخلوا على صفحة البراند بتاعتي على الفيسبوك وهبدأ اعمل برودكس ريفيو كمان حاجات كتير قوي هتتغير الفترة الجاية في القناة فعايزة تشجعكو بليز تعملوا شير كتير لاصحابكم المبورج العرب عشان يعرفوا ان الفترة الجاية فترة حلوة فترة تسويات فترة نجاحات فترة ارباح فترة تفوق فترة مصالحات فترة من احسن احسن فتراتكو يا بورج العرب بس وبلاش يا بورج العرب تصرعوا الغضب والعصبية والمجاسفة كده لما تكونوا بتعصبين عشان العرب لما بتعصب يا جماعة بيتجننوا يعني عارفين عرب ده التقي شرق الحاليمي اغضب في حد بيقول احنا بيحبك انا بحب بورج العرب جدا انا من اكتر الناس اللي بتكلم في الاسترالوجي اللي بتحب سكوربيو عشان هم فعلا يستحقوا الحب قلولي بقى تحبوا تحت نتكلم عن بورج ايه عشان اعرف الابراج اللي تحبوا اللي اشوف فيها ناس كتير عندي عشان هتمي بيها يعني انا في قناة الكلامة فيه ده اكتر بورج بتكلم عنه بورج العرب قلولي تحبوا نتكلم عن الابراج ايه التانية تانكيو تخلوا على قناتي الرئيسية قناة راشا مراد I love you all بحبوكو جدا جدا يا بورج العرب take care enjoy the month of november sweet november bye مع السلامة